اشتركوا في القناة فريق السل Iím شاء الله عندنا فريق قوي احتكر كل البطولات السنة اللي فاتت برضو على خطى الندي الأهلي ان يظل فريق السلّ بالنادي الأهلي من أقوى الفرق الموجودة إن شاء الله في مصر وأيضا في البطولة العربية وفي البطولة الأفريقية صفقة من العيار التقيل بنتمنى له كل التوفيق ويلتر هوج أكيد إضافة كبيرة وصفقة كبيرة وده بيدل إن النادي الأهلي إن شاء الله للموسم القادم ماشي على خطى صفقات كبيرة مش في ألعاب الصلاة بس ده يكون في كل الألعاب في النادي الأهلي ده الفكر الموجود في النادي الأهلي في كل الألعاب الموجودة داخل النادي الأهلي ألعاب الصلاة وإحنا شفنا صفقة كبيرة جداً ويلتر هوج وإضافة كبيرة للنادي الأهلي ودي الصفقات القادمة أنا بطمن كل جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية في كل الألعاب ده اللي بيعمل عليه مجلس الإدارة وكل القائمين في كل الألعاب إن شاء الله تدعيمات كبيرة بنبتديها وبنشوفها بويلتر هوج صفقة من العار الثقيل وأنا من هنا بوجه رسالتي لويلتر هوج وبقوله اتطمن وانت في النادي الاهلي هتاخد مستحقاتك كاملا تعالوا نشوف اول تصرحات لويلتر هوج في النادي الاهلي قال ايه عن النادي الاهلي تعالوا نسمع ونشوف اشتراحاتك Walter Hodge man excited to be part of you guys you guys are a champion i want to come and you know support you guys and do my best and my abilities to play with you guys and you know win some championship go to the ball Arab Championship i'm very excited to be playing with you guys and you know i can't wait أ gradient to see you guys some coach can tell you guys about me the way iwork the way i approach the basketball games and you know i'm excited i think you guys are a great group of guys that you know play hard and work are every day so i'm looking forward to playing with you guys دي اول تصرحات والتر هوج في النادي الاهلي وعنده طموحات كبيرة بطولة افريقية بطولة عربية شفنا الموسم السابق ما شاء الله بطولة الدوري سوبر الدوري مرتبط كاس بطولة عربية كان موسم أكثر من رائع إن شاء الله الموسم القادم أيضا فريق السلة نبريك له على كل البطولات وكل التحديات مش السلة بس كل ألعاب الصلاة وأيضا فريق كرة القدم اللي احنا هنروح له دلوقتي فريق كرة القدم في النادي الأهلي اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة أمام مصر المقصة شفنا المباراة السابقة أمام الجونة وكل المباراة القادمة هتكون مباراة صعبة مفيش مباراة سهلة كل المباراة القادمة اللي اتدت من مباراة الجونة كلها مباراة كؤوس صعوبة مباراة الجونة السابقة إنها جاية بعد خسارة لقب أو خسارة بطولة كانت الصعوبة من هنا ثقة اللعبة إنها ترجع مرة تانية ما كانش الأداء مهم الأداء في المباراة اللي زي دي مش مطلوب كتير قوي المطلوب أو المهم إزاي إن أنا أحصل أو أحصل على الثلاث نقاط هو ده المطلوب خلال الفترة القادمة بنشوف النادي الأهلي بنشوف رامي ربيعة والروح الكبيرة اللعبة كلها آه الشوط الأول ما كانش الأداء عالي وده طبيعي جدا الشوط الثاني تغييرات عملها ريكاردو أضافت كتير للفريق شفنا أهداف الشوط الثاني شفنا عالي معلول بيحرز الهدف الثاني وعالي معلول واحد من اللعبة الكبار جدا اللي لهم تاريخ ولهم رصيد كبير جدا في فريق النادي الأهلي ومن هنا بوجه رسالة الجمهوري النادي الأهلي اللاعب رقم واحد اللي إحنا دايماً بنراهن عليه دعموكو ومسندتكو مهمة جداً خلال الفترة القادمة لعبه الكرة لما بيحصل ضرب محتاج الجمهور دايماً يكون في ظهره جمهور النادي الأهلي اللي دايماً زي ما احنا بنقول على الحلوة وعلى المرة دايماً مساند ودايماً داعم لفرقته زي ما بقول لحضراتكم المباراة السابقة مباراة الجنة لعيب النادي الأهلي كانت محتاجة المكسب فيها المكسب علشان دالها يرجع السقة مرة تانية فيه ظروف صعبة ظروف صعبة النادي الأهلي بمر بيها ظروف صعبة من إصابات وإحنا شايفين وقلنا ونادينا للمسؤولين القائمين في اتحاد الكرة اللي بيحطوا الجدول يا جماعة النادي الأهلي ده اللي بيلعب باسم مصر النادي الأهلي اللي فيه أكبر عدد من اللاعبين المنتخب موجودين في النادي الأهلي الجدول المضغوط ده مش هيدر بالنادي الأهلي بس الجدول المضغوط هييدر بمنتخب مصر في وقت من الوقت مش هتلاقوا لعيبة من النادي الأهلي موجودة في منتخب مصر مش هتلاقوا السلية مش هتلاقوا حمد فتحي مش هتلاقوا الشناوي مش هتلاقوا اي من اشرف مش هتلاقوا محمد شريف ولا افشة كل الكلام ده احنا قلناه فقلنا رفقا بالناس اللي بتحط الجدول انت عايز تنهي مسابقة او دور متاسف فاقول تمانية ايه المشكلة لو اخرتها اسبوعين او عشر تيام علشان تريح الجدول انت مش بتريح النادي الاهلي بس انت بتريح لعبة منتخب مصر علشان منتخب مصر فترة القادمة ده اللي احنا كنا بالنادي بيه جمهور النادي الاهلي ولازم اقف عند جمهور النادي الاهلي كان قازع لامن اللعيبة طبعا يحق لينه يزعل من لعبة النادي الاهلي ان لعبة النادي الاهلي دي خلال التلات سنين اللي فاتت هي اللي عودت الجمهور على منصات التتويج لعبة النادي الاهلي والجين الحالي اللي احنا كنا دايما من كارنوب جين 2005 و2006 هو اللي عود جمهور النادي الاهلي على منصات التتويج مش مصر بس لا ده في أفريقيا وفي المنصات العالمية تالت العالم مرتين واربعض سوبر أفريقي مرتين واربعض مطولة أفريقيا مرتين واربعض وبتوصل التالتة وبتكون موجهة وبتلعب يعني في ظروف صعبة هو ده جمهور النادي الأهلي وده عظمة جمهور النادي الأهلي أنا علشان كده رسالتي من هنا لجمهور النادي الأهلي رسالتي من هنا لجمهور النادي الأهلي الفترة اللي جاية فترة محتاجة دعم ومساندة الفترة دي هتشوفوا فيها إشاعات كتير جدا إشاعات كتير جدا مش على اللعبة بس كمان على مجلس الإدارة مثال على كده لما نشوف اللي بتقال على الكابتن حسام غالي عضو مجلس دارة النادي الأهلي والخلافات اللي موجودة ما بين حسام غالي والكابتن ساد عبد الحفيص كتير بيتردد الفترة اللي فاتت أنا هنا بقول لحضراتكو ما فيش أي خلافات موجودة بالعكس في تعاون وفي حب وفيه إنه كل واحد عارف دوره في منظومة النادي الأهلي كل واحد بيشتغل حسب المنظومة والسيستم اللي حطوا الكابتن محمود الخطيب كل واحد عارف دوره حتى رجعوا لكلام كابتن ساد عبد الحفيص مش المرادة على حسام غالي وبس لا دعا كمان على أمير توفيق لما كان بيتسيل على ريكاردو المدير الفني كان قالك لا أنا دوري مدير كورة مسؤولي عن اللاعبين التعقدات ليها كابتن أمير توفيق هو المسؤول عنها نفس الكلام الكابتن حسام غالي عود مجلس دارة موجود في لجنة التخطيط أو مش ليه دوره عارف دوره علشان كده هنا رسالتي لجمهوري النادي الأهلي بلاش نمشي ورا الشائعات بلاش نمشي ورا الشائعات الشائعات دي اللي بتقسم الدنيا لا لازم نتحد لازم نكون إيد وحدة لازم نكون إيد وحدة خلال الفترة اللي جاي نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في الأخبار مع حضراتكو مرة تانية أهلا بحضراتكو من جديد كنت بأكلم حضراتكو قبل الفاصل في موضوع مهم جدا وهو موضوع الشائعات اللي تنتشر حوالين النادي الأهلي وكل مباراة بندخل فيها في الدورة الممتاز هتلاقوا الكلام ده بيكتر خلال الفترة اللي جاي علشان كده دور النادي الأهلي أو دور جمهور النادي الأهلي مهم كنت بأضرب لحضراتكو مثل بالكابتن حسان غالي عضو مجلس زارة النادي الأهلي والشائعات الكثيرة والخلافات الكثيرة اللي كنا بنسمع عنها مع الكابتن سيد عبدالحفيص أنا بأكد لحضراتكو أنا على الهوى ما فيش أي من الكلام ده موجود خالص الكلام ده مش موجود نهائيا الروح اللي موجودة داخل النادي الأهلي حب وتعاون واحترام ما بين كل المنظومة كابتن سيد عبدالحفيص كابتن حسان غالي أيضا كمان الشائعات اللي احنا سمعناها ورحيل مسماني والكابتن حسان غالي هو السبب من اللي قال لحضراتكو الكلام ده طب هل النهاردة مسماني بعد ما رحل عن النادي الأهلي وكل الكلام اللي قاله عن النادي الأهلي لو كان فيه واحد في المليون من صحة الكلام ده ليه النهاردة مسماني ما كانش يأكد الكلام ده ده بالعكس أسنى على إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط والتعاون الكبير كان موجود وهو اللي قال أنا حبيت أبعد وكفاية كده هي دي الروح الموجودة علشان كده النهاردة بقول لجمهور النادي الأهلي خلي بالكو كل مباراة قادمة في الدورة هتلاقوا كل مع كل مباراة شاعات كتيرة حاجة تانية كابتر حسام غالي من أول ما دخل مجلس إدارة النادي الأهلي هل حد النهاردة شاف له أي تصريح هل النهاردة شاف له أي كتابات على السوشيال ميديا أي تعليف أي موضوع الرجل ملتزم بمبادئ وقية من النادي الأهلي عضو مجلس دارة ما بتكلمش تماما هو ده كابتر حسام غالي علشان كده لازم نحافظ على الكوادر بتاعتنا اللي طلع اللي لسه جاية في الطريق اللي لسه بتتعلم علشان في يوم من الأيام إن شاء الله يكون كادر كبير هي دي مدرسة النادي الأهلي مدرسة اللي بتضم كل الأجيال كل الاحترام لمجلس دارة النادي الأهلي وكل القائمين في منظومة النادي الأهلي علشان كده بقول لجمهور النادي الأهلي خلي بالكم من الشاعات خلال فترة القادمة الحاجة التانية برضو اللي عايز أكلم حضراتكم فيها ناس أو واحد كل ما يطلع يقعد يتكلم على مجلس دارة النادي الأهلي كابتر محمود الخطيب أصل دول مش رجال دولة والكلمة دي بتتردد كتير كلمة رجال دولة دي مش بالكلام كلمة رجال دولة وناس مسؤولة في الدولة بالفعل قبل الكلام لما تشوف النهاردة على مستوى الكورة لما تشوف السنة اللي فاتت النادي الأهلي بيبعث لعبته للمنتخب الأولمبي في الأولمبيات وهو في أشد الاحتياج ليهم وما بيلعبوش معاه مباريات الدوري والنهاردة النادي الأهلي كان وقتها بيفضل مصلحة مصر على النادي الأهلي وبالمناسبة النادي الأهلي بيخسر مطورة الدوري بسبب برضو كبير من ضمن الأسباب دي مجلس دارة النادي الأهلي وكابتر محمود الخطيب وقتها كان بيفضل مصلحة مصر يبقى دول رجال دولة ولا مش رجال دولة دول بيفضلوا المصلحة العامة ولا لا دول المسؤولين ولا لا الحاجة التانية السنة دي وقت كاس الأمم الأفريقية لما طلع المسؤول في اتحاد الكرة وقال لعبة النادي الأهلي هتكون موجودة مع منتخب مصر وهتكون موجودة مع النادي الأهلي هيلعبه هنا وهيلعبه هنا وكل ما يعرف لا يقال مش قالوا كده ووقتها حصل تضارب في المواعيد والنادي الأهلي قال مصلحة مصر أولا ما كانش كلام ده كان فعل وشفنا لعبة منتخب مصر ودورها المهم لعبة النادي الأهلي ودورها المهم مع منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية والنادي الأهلي بيلعب في بطولة من أهم البطولات اللي بيتدخلوا عوائد كبيرة مالية وكمان حاجة للتاريخ بيسيب لعبته لمنتخب مصر النهاردة دي كلامه لا فعل ده مسؤوله رجال دولة كابت المحمود الخطيب ومجلس دارته ولا لا الحاجة التالتة المهمة النادي الأهلي لما بيسدد ضرائع درايبه النادي الأهلي وهو منظمة وهو مؤسسة كبيرة وهو بيسدد ضرائبه اللي هي حق الدولة ويجي نادي آخر الدولة لها أكتر من ستمائة وسبعمائة مليون جنيه وما بيسددش يبقى مين النهاردة رجل الدولة اللي بيحافظ على حقوق الدولة مين النادي الأهلي كابت المحمود الخطيب ولا لا مش النادي الأهلي بيسدد ضرائبه كاملة النادي الأهلي لما بيسدد مستحقاته لاتحاد الكورة وأندي أخرى ما يقرب من ثمانية وسبعمائة مليون جنيه مديونية لاتحاد الكورة يبقى مين هنا رجل الدولة رجال الدولة اللي مش بالكلام بالأفعال رجل الدولة اللي ما بيطلعش كل يوم في القنوات عمل كعب داير في كل القنوات يشتم هنا ويسب هنا ويخد في الأعراض هنا هو دا مجلس اللي دارت النادي الأهلي الملتزم الصمت دائما أكتر من خمس سنين كابت المحمود الخطيب بيتشتم وبتهان وبتخاض في الأعراض وهو ملتزم الصمت دا رجل الدولة لازم كل واحد يقف قدام رأيته ويبص على نفسه ولازم المصطرة تتعدل والميزانية تعدل هو دا رجل الدولة رجل الدولة اللي بيحترم مؤسسات الدولة بيحترم رئيس وزاراء مصر بيحترم وزير الرياضة الممثل عن حكومة المصرية هو دا رجل الدولة المتمثل في النادي الأهلي هم دون رجال الدولة رجال الدولة اللي بيعملوا في صمت رجال الدولة اللي دايما وهم مسكين أكبر مؤسسة في الشرق الأوسط وأفريقيا النادي الأهلي إزاي نعلل اسم دا إزاي نعلل اسم دا مش عشان النادي الأهلي وتاريخ وده عشان مصر في كاس العالم وفي أفريقيا هو دا هم دون رجال الدولة اللي يتقال عليهم فعلا رجال الدولة اللي بيحترموا مؤسسة الدولة اللي ما بيطلعوش كل يوم في القنوات ويطلعو يسب دا ويخوض في عرض دا هم دون رجال الدولة هم دون اللي نقول لهم تعظيم سلام مجلس دارة النادي الأهلي الملتزم الصمت ودايما بياخد وبحاول عشان ياخد حقه بالقانون علشان يوصل الرسالة لكل الأجيال اللي جاية نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين بحضراتكم مرة تانية أهلا بحضراتكم من جديد موضوعنا بقى موضوع كل حلقة اللي احنا ابتدناه من أربعين يوم الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي وراح فين الجواب الكابتن وليد العطار رجع من الحج بنقوله على الهوى حجهم مبرور وزنبهم مغفور يا كابتن وليد أربع عرض مرور أربعين يوم على تقرير لجنة التحقيق لا يزال الأستاذ وليد العطار مديرا تنفيذيا لاتحاد الكرة المصري حضراتكم طبعا عارفين القصة كلها ونرجع نفكر الناس بيها وكل حلقة هنفكر الناس بيها نادي الأهلي لما عمل مؤتمر عالمي وكشف الحقيق وطلع السيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وعمل لجنة محترمة من المستشارين لجنة تقص حقائق وعمل التحقيقات في اتحاد الكرة وفي النادي الأهلي وأدانة اللجنة في تقريرها النهائي اتحاد الكرة وأيضا اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة متمثلة في المدير التنفيذي لأستاذ وليد العطار وقتها الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة طلع وقال المدان هنعقبه وهنمشيه ومن وقتها من 40 يوم لسه الأستاذ وليد العطار موجود في اتحاد الكرة حجه مبرور وزيان بهم مغفور يا حج وليد نروح بعدها بقى لأخبار الناشئين والأشبال وهنروح لمنتخب مصر الشباب اللي ما شاء الله دلوقتي يعني بيقدم مباراة قوية في بطولة العرب وابتدها كمان أمام عمان ما شاء الله مباراة كبيرة جدا أدها درنا نكسب واحد صفر وحصل رأفة خليل لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة أو في منتخب الشباب وعمان بكأس العرب رأفة خليل ده واحد من نجوم النادي الأهلي واللاعبين موليد 2003 حصل على أفضل لاعب في مباراة مصر وعمان اللي انتهت بفوز منتخب مصر واحد صفر عن طريق اللعب أحمد نادر حواش لاعب إنبي وأيضا أحمد نادر حواش ده من اللاعبين المميزين في منتخب شباب الفرعنة ودول أول ثلاث نقاط في انتظار المواجهة المقبلة اللي هتكون بكرة إن شاء الله أمام الصمال كل التوفيق للكابتن محمود جابر الخبر البعد كده منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الصمال في كأس العرب بكرة المباراة إن شاء الله الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة كل التوفيق هتكون مباراة سهلة إن شاء الله عمان كسب الصمال وإحنا كسبنا عمان فمباراة سهلة إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر أقول لحضراتكم برضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الشباب الكابتن محمود جابر مديرا فنيا كابتن كارم مرسي مدربا عاما حمدي حمدان مدربا إيهاب جلال مدرب حراس مرمة هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمر سلمان إداريين نروح من منتخب الشباب لمنتخب الناشئين الكابتن محمد قهبة أيضا اللي عجبني جدا تركيزه واستعداداته من بداية فترة الإعداد منتخب الناشئين يختتم معسكره بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب آخر معسكر ده المعسكر التالت لكابتن محمد قهبة وهو فضل يعمل فترة الإعداد بنفسه للعيب منتخب الناشئين عشان هي دي الفترة هتوقف اللعيب على رجليها إن شاء الله ويكون أفضل استعداد ليهم تلاتين سبع هيكون فيه معسكر في السعودية منتخب مصر الناشئين هيلعب ماتشين بعدها بعد كده من تلاتين سعب على خمسة تمانية هيتوجه منتخب مصر لأسبانيا لعشرين تمانية من خمسة تمانية لعشرين تمانية أيضا يكون معسكر إعداد متضمن مباراة ودية وبعد كده منتخب مصر من عشرين تمانية هيتطلع على الجزائر أول مباراة إن شاء الله في بطولة العرب هتكون اتنين وعشرين البطولة هتكون مقامة في الجزائر استعداد مهم كل التوفيق لكابتن محمد قهبة أقول لحضراتكم برضو منتخب مصر الجاز الفني كابتن محمد وهبة مديرا فنيا مؤمن عبدالغفار مدرب عام عصام عبد المدرب يوسف طهر مدرب حراس مرمى الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وحمد سامي نصار مديرا إداريا نروح برضو من الأخبار المهمة اللي هيكون فيها تخطيط خلال فترة القادمة فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول يطلب تقريرا عن منتخباي الشباب والنشئين هيتابع وهيشوف اللعيبة الصغيرة في منتخب مصر للنشئين والشباب من خلال بطولة العرب من خلال بطولة العرب خلال بطولة العرب هيتابع كل اللعيبة إن شاء الله خلال الفترة القادمة وهيكون قداموا التأرير ويبدأ يخطط للفترة القادمة نروح بقى لأكاديميات النادي الأهلي اللي بتاشهى الطفرة كبيرة وافتتاح فروح كتيرة في كل أنحاء مصر نروح نشوف التأرير ده من أكاديميات النادي الأهلي في الشيخ زايد مع الكابتن شطا مدير أكاديميات النادي الأهلي ومع المدربين وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل النقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة الموسم الجديد المرة دي يختلف عن كل موسم سابق عندنا حقيقة موضوع كبير جدا حقيقة نسانا شغالين فيه موضوع اللعبة المميزة اللي في الاختبارات اللي حصلت في دورة سابق البطل ومؤمن زكريا اللي قابلي وبالتالي هذه حولاء اللعبون طبعا اللي احنا اخترناهم طلبنا من مدير الفني للقطاع الناشئين الأستاذ مايكل أو كابتن مايكل أنه يشوف كيفية الاستفادة من حولاء اللعبين في موضوع القطاع ودي كانت حقيقة مهمة شقة جدا نحن نحاول نصنفر أو ننقي هؤلاء اللعبين من أكاديميات المختلفة في المحافظات والشيخ زايد ومديات نصر كأكبر أكاديميتين موجودتين اتفاعنا مع حياة مع كابتن خالد بيبو نستقلنا مع حياة مع الكوتش مايكل أنه نحن نقعد معه وعملنا برنامج نبلغ به المديرين الأفرق كلها عشان هنجيب كل اللايبين اللي كانوا موجودين في دورة ثابت البطل والدورة رمضانية اللي حصلت لهذا الموسم أو الموسم السابق طبعا عشان يحاول القطاع ينتقي منه لعيبة كمموائزة نحن السنة دي بدأنا بدري بتعلمات من الإدهارة كابتن شاطة مدير الأكاديميات كلها وخدنا تعليمات إن احنا نبدأ ونوزع الولاد على حسب كل واحد على حسب مراحله السنية أنا شاف إن السنة دي الحمد لله اللي هتبقى أحسن من كل السنين اللي فاتت التنظيم أحسن الكواليتي بتاع اللعيبة اللي جالنا أحسن شوية إحنا السنة دي إن شاء الله مهتمين جدا جدا إن احنا نعمل لعيبة كويسة بإذن الله تطلع للقطاع إقبال على الاشتراك في أكاديمية النادي الأهلي وطبعاً ده بيرجع لإسم وتاريخ النادي الأهلي الكبير يعني أول إسبوع ما شاء الله حوالي ستمائة ولد شاركه في الأكاديمية وبرضو بالإضافة للموسم ده أول فكرة جديدة عملنا فرع للبنات وبرضو في إقبال على الاشتراك في الأكاديمية الأمور ماشية بشكل كويس بدأنا طبعاً من العدد كبير عامنا بنبدأ من كتر العدد طبعاً بنبدأ نختار الأولاد اللي هم يعني شدين حالهم شوية بنعمل فترة تانية يبقى عندنا فترة أولى وفترة تانية وبيبقى فيه فترة تالتة كمان الفترة دي بتبقى المميزين من خلال شغل الأولاد أو كل مرحلة تدريبية بدأنا نشتغل على التعليم من أول أسيات الكرة بداية من الاستلام والتسليم والحركة من غير كرة وحركة بدون كرة طبعاً كل الكلام دو بيبقى النادي الأهل المتميز به في حتة أنهنا طبعاً أكبر نادي في أفريقيا والنادي جماهيري لكل الأجبال بيبقى عندنا طبعاً أعداد فبنحاول نقسمهم مجموعات بحسن المستويات المتقربة تكون بتشتغل مع بعض أكتر الاستفادة هنا زي الاستفادة هنا كل الأعمار وكل المستويات بياخدوا نفس الشغل شغالين ببلان معين لطبعاً الإدارة أو الكابتن أمين حطت لنا بلان معين نشتغل به فيه ناس بتجنى بتبقى لسه أول مرة بتلعب كرة على مستوى المراحل السنية فبنهتم بيهم من البداية البداية يعني إزاي يتعلم مجرب كورته إزاي يستلم كورته إزاي يتحرك إزاي كل حاجة بتشمل كورت القدم لازم نعلمها له حتى السلوك وقد بالحضرتك أما بالنسبة للأعمار السنية اللي هي بتبقى كبيرة في السن الجوية اللي هو 2007-2008 ده بنهتم بيه على أساس إن إحنا هنا النادي عمل حاجة كويسة جداً السنة دي إن هو بيخليه يجهز لقطاع النشئين بنصعد لقطاع النشئين وفيه حصل فعلاً السنة اللي فاتت ناس كتيرة صعدت على مستوى الأعمار كلها أهلاً بحضرتكو من جديد برحب بضيف وضيفكو النقد الرياضي الكبير كعدة السواريخ الأهلوية الأستاذ علاء عزة منهرنا أسطورة كابتن أسامة تحياتي لحضرتكو سعيد جداً جداً أكون معاك وسعيد جداً أن أنا في شاشة ندينة قناة النادي الأهلي بجد يعني دعوة كريمة أنا مبسوط جداً معاك وإن شاء الله نعمل حلقة حلوة بإذن الله إيه لقب الأسطورة ده الأسطورة ده يعني لقب لقب كان كابتن مستمر الجوزية كان قيره على أياه كده في مره ومرات فلبست بقى كان معاهم كان في جنواته كان آخر يوم لي كان في النادي الأهلي كان النادي الأهلي عمله حفل التكريم النادي الأهلي كان فاز بالدوري وكان هو آخر مبرار لي وكان مسافر بقى رايح أنجولا فأنا كنت وقفين الصحفين كلهم قدام قط اللبس صحفين مصر كلها وفق قط اللبس ووقتها كان مدية شوية كان لعلام زي دلوقتي بيحربوه بشاعات وقصص دي ما أنت بص النادي الأهلي من قديم الأزل من قديم الأزل فهو حتى طلع بص الصحفين بص كده يعني بص كلها ديق وبتاع وكده فلقين وسطيهم راح قال لي علاء وقربستة يعني أنت الأفضل وكده قال لي أنت أسطورة أحمد حتى أحمد عبدو هو اللي اسمحها وقال لي بيقول عليك أنت أسطورة فالحمد لله اللقب ده صحفين زماننا كنا كنا موجودين فلبست يعني الحمد لله ومحظوظ باللقب ده طبعا طبعا الحمد لله فارتبط به فأنا بحبه جدا أنه مندرب عظيم زي ومنه وجوزي بحبه جدا لقب ده بسعب به طبعا صاحب تاريخ كبير مش على النادي الأهل بس ده كمان على كرة مصرية على كرة مصرية طبعا طبعا وبالمناسبة كابتن أسام بمناسبة ببرنامج الأشبال ده أنا بجد يعني عايز أوجه كلمة شكر للكابتن خالبيبو بجد يعني أنا كنت في مقر النادي الأهل في مدينة نصر وقابلت كابتن خالبيبو بالصدفة بدون ترتيب فبعد ما عادت معاه شوية برحب به وكده وعاديم يتكلم فخدني في جولة وراني فرقت على البنية التحتية والملاعب بجد يعني يعني أنا لو لو اتحكي لي ممكنش هتشوف ده خالص يعني أنا صورة إنشاء مش عايز أحرق له هي منفاجات هو قال لي كل دي هتبوا منفاجات فترة جايبة مش عايز أحرق أهله بس بجد انبهرت جدا جدا بالقاعدة دي يعني يعني أنا مش متخيل أبدا أن في قطاع نشئين في مصر ولا في الوطن العربي ولا في منطقة الشغل الأوسط بالفخامة دي القوض خمس نجوم لا سبع نجوم زي ما بيقولوا قط المدربين قط المحاضرات القاعدة الكبيرة بيعملها مش عايز أحرق اللي هو عمل مفاجات كبيرة جدا بس دي الفن أجنابي لقاعد نشيل وشوف دلوقتي نشيل يانكل مدرب حراس مرمى شفت وقبلت وقبلت كل المدربين كان الموجودين لكن أنا بتكلم عن البنية يا كابتن أسام البنية التحتية يعني أماكن أماكن يعني 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 الناس كلما حدش يتخيل المكان ده ممكن يتحول لحاجة يعني هو عمل تحت قدام الملعب الكبيرة وملعب الرئيسة عمل شوية إنشاءات رهيبة وكتب وكتب فهنا مش عزح هاي المفاجأة هو يا أقل دي كلها مفاجأة وريبة هتعلان أنا لا صراحة بس أنا بشكره بجد يعني كانت خالد دي وعمل شغل كبير وكمان ده على أرض الواقع على أرض الواقع السنة اللي فاتت من خمس بطولات جمهورية النادلة اللي بيحصلت ثلاثة ثلاثة طبعا بطولة حصدها الاتحاد السكندري بطولة تانية حصدها الفريق أمبي دي خمس بطولات محصلة بالجمهورية خلافة الصعيد اللاعبية وده الشيء الأفضل كمان والأهم لما تشوف عندك محمد عبد المن تشوف عندك أحمد عبد الهدر طلع الزياد مصطفى شبير والمجموعة اللي سافره والمجموعة اللي سافره بره العيبة اللي سافره بره طبعا نادي الأهل وإحنا منتكلم عن النادي الأهلي دايما النادي الأهلي دوره المهم مع منتخب مصر إيراك في الجدول اللي بتحط للنادي الأهلي مباراة كل 48 ساعة فريق ما بريحش بقاله ثلاث سنين في قرية أفريقيا بيحصل لألقاب الأفريقية السنة النادي بينافس كمان على النادي الأفريقي ولا بتعاقب منتخب مصر ولا بتعاقب مين لا بتعاقب النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي هو اللي بيعاقب النادي الأهلي هو الوحيد يدفع فضول التمسيل منتخب مصر يعني أنت في أكتر منك تروح كاس عالم بدون فريق كامل من عندك طبعا النادي الأهلي بيعاقب واضح أن نجاحات النادي الأهلي ما بترضيش البعض بتصير حفيزة البعض فواضح أن البعض بيحاول بقدر الإمكان يضع العرقيل قدام سيرة النادي الأهلي أنا لم أرى في حياتي فريع حتى الفرق التي كانت معناها كان منتيري كان مكسيك كان عنده نفسه ظروف النادي الأهلي شفناه بيسافر بكامل لعبية وكان فيه كلام كبير جدا منتير يحرم من تسع لعبين أساسيين لكن شفنا لعبة جات له والمدير الفني اتفق أنه ملعبوش آخر مباراة اليوم مع منتخب المكسيك في آخر مباراة آخر مباراة اليوم ملعبوش المباراة دية ويروحوا يمثلوا نديهم في محفل علامي كبير جدا ما شفناهش ده موجود في سواء من اتحاد القرى أو الاتحاد الأفريقي حتى الاتحاد المصر ما قامشوا بدوروا مع النادي الأهلي للأسف الشديد النادي الأهلي كابتن أسامة بجد يعني دفع فاتورة غالية جدا جدا لتمثيل منتخب مصر أفريقيا شفنا أن النادي الأهلي البعض حاول يحطم منه ويقول لك بممثلش مصر شفنا حملات طلقت على أن يقللوا من شأن تمثيل النادي الأهلي المصر البعض بيمثل نفسه هو في أكتر أن كان موسماني رجل بيحصد المطول الأفريقية للسنة التانية على التوالي ونطلع نقول أصلي موسماني مش مدرب أصلي فلان ما عرفش مين الأفضل ومين الأفضل يعني نرده على فكرة عيد ميلاده من نرده 58 نرده موسماني والناس بتحتفل به والله وساعد جدا في عائل من جمهورنا بيحتفل عيد ميلاده 58 وبيذكر بطولاته موسماني والله برضو أنا شايف أنه كان ضحية حملة أنا شايف أنه كان في حملة منهجة لرحيل موسماني بجد يعني وللأسف الشديد لأسف الشديد كابتن أسامة فيه بعض من جمهورنادي الأهلي انساقت وراء الحملة دي وضغط على موسماني بشكل كبير جدا مش ضغط على الإضارة ضغط على موسماني بشكل كبير جدا موسماني كان معروف من أول وهلة ليه أنه مدرب عاطفي مدرب متأثر أو بالسوشيال ميديا بيتابع السوشيال ميديا كبير جدا الراجل دايما كان عنده بيلاحظ أن فيه عدم رضا من جانب الجماهير أو بعض من الجماهير على نتائجه ينفوز بدورة بطرق أفريقيا آه جمهور مبسوط بالتسعة والكلام ده كله العشرة ليه الاحتفالات أهل شوية كاس مصر الموضوع عادي اتنين كاس عالم خلاص ليه الراجل ما حسش أن أن الانجازات دي كلها دي واخد حقها من جمهورنادي الأهلي ليه انتقادات عنه فليه يكسب الزمالك خمسة يكسب الزمالك خمسة وتطلع حملات عليه حملات الزمالك تسيبش سبعة وثمانية وعشر يعني تخيل لما يطلع المدير الفن اللي زمالك بطرق قوم أنه قصر آه أنه قصر خمسة سنة بس يعني بعد المباراة ومشرطا بدل ما الناس بتتكلم على أن المسلمان عمل إنجاز تاريخ الناد الأهلي خمس أهداف يعني تخيل المباراة قمة لحد دي واثمانين نتيجة خمسة واحد خمسة واحد في ديئة وثمانين والولا طبعا قصة الاحتواء كان زمان كنت يكمل مباراة بتسع لعبين ولو كان الزمال يكمل بتسع لعبين كان طبعا هنتقلم على تمانية تسع أهداف تخيل لما يكون نتيجة خمسة واحد لحد ديها ثمانين والناس بتنتقد مسماني وتغييرات مسماني وما يعرفوش قصة الاحتواء في المباراة دي وحنا نتكلم عن ملف الاحتواء والتحكيم ركل الجزاء أعادت الزمالك المباراة مرة أخرى كانت ركل الجزاء تاعت الجزيرة اللي هي ما فيهاش أي ركل الجزاء ليه وطرد وطرد حمز المسلوس في الاعتداء على السلية يعني دي ضرب الجزاء وكان قبلها بأقل من خمسة كان لوقت إنذار وركلت الجزاء تانية برضو وركلت الجزاء تانية برضو والتأكير يعني يعني كل الناس يعني أنا بجد أنا كنت متعاطف مع مسماني جدا متعاطف مع مسماني كنت مستغرة بموقف بعض جمهور النادي الأهلي اللي يضغطين عليه يعني أنتوا راجل المطلوب منه إن كان يستعاد عرش أفريقيا وإستراجل استعاد عرش أفريقيا لنادي الأهلي يعني هنا كنا غابين من 2013 لحد 2020 فبناخدش أفريقيا الراجل اللي جاي عمل لنا التسعة التاريخية يعني التسعة دي أنا شايف النادي أهلي خد عشر بطوط أفريقيا التسعة في قوم والتسعة دي الواحدة هي في قوم تاني بصراحة يعني شايف الفترة اللي جاي وهي فترة مهمة المباراة القادمة في بطولة الدوري كلها مباراة كؤوس بالتأكيد طبعا مباراة مهمة حملات كتير برضو على النادي الأهلي وبتدت مع مباراة الجونة كل مباراة هتلاقي حملة أخرى على النادي الأهلي رسالتك للعيبة لعيبة النادي الأهلي والله أنا كنت مخصوصي أن أبلتهم في قط اللبس قبل ما تشي برمزوا والعيبة حاسة بالضغوط يعني الناس كلها متصورة فيه أعداد من جمهور النادي الأهلي متصور اللعيبة مش وصلوا من رسالة مش وصلوا من فاكرين اللعيبة عندهم لا مبالاة لكن والله أنا بحب أبلغ لجمهور النادي الأهلي أن لعيبة النادي الأهلي أكتر حزنا منكم وأكتر ضيئا منكم ولعيبة النادي الأهلي حاسة أن هي مقصرة في حق الناديها ومقصرة في حق فينا الحمراء. دي بجد يعني متكلمة مع نجوم كبار في النادي الأهلي. لعبة مقدرة زعل مهور. مقدرة جدا 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 جدا. وهي معترفة أن هي المفرحات خلال فترة فايت. وهم تعودوا على دايما النادي ألف. يعني ما كنت لمحمل شينو قولك ده مش وقته أبدا حديث عن النوافة إزباع حسن لعب داخل القارة أفريقية. قالك مش وقته خالص خالص يعني لسه عايزة تردش معه شوي عن اللقب ده اللي خده. بالمناسبة nós crossover Sandman puis Saba العايبة مصريين خدوا اللقب ده سبع من النادي الأهلي. يعني لولا النادي الأهلي مكانش فيه حد أخavas storage. ولا كان أن ينسقر أن في لعب مصري فاز بأفضل لعب داخل القارة. و يعني لقب ده من ساعة ما التي عمل أفضل لعب داخل القارة يخده سبع العايبة مصريين سبع من النادي الأهلي. فدي شيء الشرف يعني 화로، قريب أقول للناس ده من النادي الأهلي. اللي دايما مشرفنا ومشرف في القرى المصرية اللي الناس بتحربوا بجد يعني فأنا بقول لحالك لما كلمت مع الشيناوي بعد المفاز بالجازية أفضل لعب داخل القرى يعني مجد شخصي جي لكن قالك لا أنا مش وقت وخالص أتكلم عن حالة الفرقة في الفترة دي مش لا خالص قالك لا مش هتكلم عن أي حاجة دلوقتي إحنا عندنا ما هو أهم من الرقاب الشخصية قال لا مش عايز حالة يتكلم عني سلبا ولا إجابا أنا عايز أركز مع الفرقة الفترة دي أنا عايز أقول الجمهور نادي الأهلي لو دخلت أو قلت اللبس مش هتوهم يعتницу تكلموا عن النادي الأهلي يعني أنا في人كترا جدا بتحملي اللعبة نادي الأهلي بقول لهم أنت لو دخلت أو قلت لبس أو شفت لعاب نادي الأهلي في قلت اللبس هتوقفوا هتقولوا لحنا فعلا لحاب ناديモفر مش محتاج حد يتكلم معهم ول Ribز النصيحة هم عارفين قد أي بس إنتو برضو لازم تعذروهم لازم قبل ما تتكلموا تشوفوا اللعبة دي لعبه في مناخز زي. انتوا حاجة بتتكلم على ينكر كابتن كابتن اسلام الشطر يتكلم على رقم كياس عالمي. أنا طبعا يعني أنا مهميتك يا صحفي أدور على أكتر فرق في العالم خرط فعالة مباريات. مفيش فريق في العالم خد قد النادي الأهلي في ثلاث سنين رقم كياس عالمي. ومش هيحصل تاني في نادي يخوض سبع بطولات في مساحة زمنية زي ما النادي أهلي خدها. كابتن أسامة النادي الأهلي يعني أنا لو عملت إحصائية. وهتنشر بإذن الله في مجالة النادي الأهلي الاسبوع الجايدة. النادي الأهلي على مدار السنتين اللي فاتت دولها كم إصابة؟ اصابت كثير جدا طبعا. اثنين وثمين إصابة تركم المباريات. تخيل كابتن أسامة تخيل لما يكون في اثنين وثمين إصابة للنادي الأهلي طبعا. بعظر أي مدير فني موجود طبعا. أنت بتكلم عليه يعني. أوراقك كلها وأدواتك اللي تشتغل بيها كابتن أسامة إحنا. مش كلها تحديدك كل مباراة. كابتن أسامة دا فيه مصطلح جديد جدا دخل لأول مرة جمهور النادي الأهلي بيسمعوا إن فيه لعيب في النادي الأهلي انتهى الموسم بتاعه. يعني خالح لقف وصند المرحلة الحسمة في الدوري المارسون خلاص مارسوا الدوري وصل الأمطار الأخيرة. وبنتكلم عن النادي الأهلي كل يوم بيفقد عنصر أساسة فيه. يعني يعني لما يتكلم. هارجع وأقول لك عن نقطة اللي حط جداول المباريات. مش بيضور بالنادي الأهلي ده. بيضور بمصر. بيضور بمنتخب مصر. ما هي اللعبة دي؟ النهاردة مش النادي الأهلي عندك أكبر عدد من اللعبة موجود في منتخب مصر. طب تمام أكيد. ما هي دي اللعبة اللي ترعب في منتخب مصر. بس ما كون عندك اتحاد كرة مرتعش الأيدي. يعني الناس ما تقدرش تاخد قرار سواء الاتحاد ده أو اللي قبله أو اللي قبله. انتوا شايفين إن إحنا داخلين. انتوا عايشين صاحب البطولة. انت لا تحدد شكل البطولة. انت مش قادر تواجه الأندية. خايف من الأندية. تم الجماعية عمومية. ما تقدرش. لما تتناقش الجماعية ما في كل حاجة إلا شكل نظام البطولة. انت تعال كرة كان قادر نوه في موسم زي ده. وانت كان عندك تصفات كاس عالم. وعندك كاس أم أفريقية. وكان عندك بطولة كاس أم أفريقية قبل بتتأجل لعشرين تتوار عشرين. كنت ممكن تقع قرار استثنائي. إن بطولة دورة عامة إما تلعب من مجموعتين أو تلعب دور الأول. تلعب دور الأول. بعد كنت تلعب دور الترقي دورتين. دورة مجمعة على اللقب. ودورة مجمعة على الهبوط. انت بجرد تأخذ هذا لقب. لأنك تخاف من جماع الأومية. طول ما التحال الكرة عندنا خايف وأضعف. وهو فعلا أضعف من الأندية. عمر حال الكرة مصالية من صالح. وأدير بالكلم موسم الثنائي. الموسم الجاي برضه يتعالي موسم الثنائي. والبعض يتعالي موسم الثنائي. لأن احنا عندنا اتحاد الكرة أضعب بكتير بكتير من الأندية في كل لجانه. للأسف الشديد. إذا كان النهار ده اتحاد الكرة. ما قدر عاقب المدير التنفيذي اللي أخفى الجواب وضيح حق مصر. يراك في الموضوع ده؟ أنا قبل اتحاد الكرة. أنا بسأل الوزير الشباب رياضة دكتور أشرف صبحي. الرجل ده فاضل الرجل مخترم وكل حاجة. لكن الدكتور أشرف صبحي انتفض. انتفض كبيرة جدا بعد المؤتمر. الكاشف الفاضح لعمل كابتل محمود الخطيب. المؤتمر ده يعني شايف ان كشف عورات الكرة المصرية. بجد المؤتمر ده كان كشف عورات الكرة مصرية. الدكتور أشرف صبحي انتفض بعد المؤتمر ده. زي ما كل المصر كلها انتفضت بعد المؤتمر ده. لما الكابتل محمود الخطيب أسقط ورقة تتوت عن ناس كتيرة جدا مسؤولين عن الكرة المصرية وكشفهم وكشف عورات الإدارات الكرة المصرية لكن كنت متوقع الدكتورة عشفة صفح لما انتفض وقال لجنة التحقيق وخلال الأسبوع هتظر لقل لجنة التحقيق قامت بدورها وحققت مع الإدارة التنفيذية وحققت مع الإدارة التنفيذية وشافت هنا وطلعت وأوسط بالآخر أن المخطئ إتحاد الكرة متمثل في الإدارة التنفيذية أنا فيه الكرار أنا أفصل الماء بالماء ما الناس كلها عارفة أن الإدارة الكرة مخطئ عارفين إتحاد الكرة قصر عارفين أن المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية ارتكب جريمة في حق النادي وحق القرى مصرية وحق مصر كدولة إرتكب جريمة انت حققت واكتشفت أن الرجل ده مخطئ واكتشفت أن فيه الناس كتير ده مخطئة تعمل توصية ليه؟ أنا مش عايز توصية الناس كلها عارفة أن الإدارة الكرة مدان لكن أنا عايز العقوبة ليه العالم كله بنشوف ده النهاردة عضو في اللجنة التنفيذية في أولمبياد توكيو النهاردة تم القبض عليه النهاردة في تهمة فساد ورشوة ليه المسؤولين عندنا الفيفا الرموز العظيم الحاجات المضحكة برضو اللي طلعت النهاردة لو تمت إقالة أي أحد ومتدخل حكومي هو النهاردة ده جاي بانتخاب جماعة عمية ولا ده موظف تم تعيينه يعني النهاردة مش قادر عقب موظف وعادر أقيل موظف لا طبعا والتدخل حكومي هل معنا تدخل حكومي هل تدخل حكومي أو علم التدخل حكومي معناها حماية فساد ما أقدر شحف فساد أنا لو أنا خدت قرار بإقالة فلان مسؤول ما وخاطب الفيفا قولي المسؤول ده ارتكب جريمة أو ارتكب أخلي باللوايح الاتحاد الدولة هيعقبني مش هيعقبني بحكرة الاتحاد الدولة أصلا يدي كل دولة حماية صراطها وحادات مسابقاتها ويعمل دير مسابقاتها زي ما أنت عايز ده كل دولة في العالم بدير مسابقاتها وفقا لظروفها والاتحاد الدولة بيعينها على كده وشوفنا أضافة سيد كتير جدا طب يعني ليه الاتحاد الدولة ما عاقبش الاتحادات اللي قالت أو تم القرارة القبضة على حكام فيها وتمت شطبوهم وتم حالتهم للسجن في حكام أفارقة كتير جدا ومنهم ناس كتير جدا أداروا مبارات النادي أهلي لوقتي في السجون ليه ليه ما قالوش أنه ده تدخل التحاد الدولي لا أضايا فساد والتحاد الدولة ما يحفظش الفساد لما التحاد الدولي لفظه رموزه وشخص كلهم يطبط عليهم فأضايا فساد يعني لما أنت فاسد هتيجي تعقب دهنا عشانك شافت فساد لا بالطبع طبعا دي للأسف دي شماعة احنا استعملناها كتير جدا وفي مسؤولين كتير جدا عملونا فزاعة للتحاد الدولي لكن أنا شايف أن في بعض الدول ما بتدرش تحمل فساد ما بترضاش تحمل فساد وبتكشف الفساد ده وبنشوف مسؤولين كتير جدا يا والله يا كابتل أسامة كل يوم كل يوم القائل قبض على مسؤول بتهمة فساد بتهمة إخلال شرف شرف منصبه لكن أسف شديد أنا مستغرب جدا زي يا دكتور أشرف صبح لحد دلوقتي بعد شهر ونصف مؤتمر كابتل محمود الخطيب أربعين يوم طيب فين العقوبات يعني يا فرحيت أنا بالتوصية استفاد إيه النادي لها بالتوصية طيب خلاص العمل ومؤتمر صحف ده كل ده ده عمل كابتل محمود الخطيب وكانش فيه كل حاجة التحالي قول عمل إيه في الأخير ده وقتها دكتور أشرف صبحي يعني انتفض ما نقول حالك انتفض وقتها الدكتور محمد فوز متحدث الرسمي باسم الوزارة وقال الدكتور أشرف صبحي مستني التحقيقات ونتيج التحقيقات وهيكون فيه عقاب للمخطي طيب وكل طلع بلونه طبعا للأسف هم كل بعتمد على زيكة السمكة وبيعتمدوا للأسف للأسف هنا بعتمدوا على إن الأحداث بتلهي الناس وفيه حدث بيه الحدث ودي بيظهر عامة كابتن أسامة مش في الردة بس يعني دي ياما إحنا عندنا كتير جدا من الأضايا بتموت بتموت تلقائيا مع ظهور قضية أخرى يعني حتى على مستوى الاجتماعي حتى المستوى الاجتماعي بتشوف حدثة ما بتاخد عقول كل الناس وتاخد اهتمامات كل الناس وتكون حديث الشارع حديث مصر كلها بتبقى حدثة حديث الشارع مصر كلها بعد يومين تريدها بتظهر حدثة جديدة الناس بتنسى الحدثة القديمة دية وده اللي حصل للأسف اتحالي قرر راهن على زاكرة السمكة أو راهن على إن فيه أحداثها تظهر مستجدات جديدة تظهر تخلي الناس هتنسى القضية الأساسية وأنا بقول لهم مبروك عليكم من نجحتكم بامتياز أنكم إنتوا تهربوا من العقوبة بجد رهب نجحتوا بامتياز بقول للأساس جمال علام أنتم نجحتوا بامتياز رهانكم نجحت بامتياز أنكم تخلوا تصدروننا وتصدروا لنادي الأهلي قضايا تخلي جمهورنا ده أهلي ينشغل عن القضية الأساسية اللي هي حرمان للنادي الأهلي من حقه في بطولة دورة طرق أفريقيا الجناية التي ارتكبه في النادي الأهلي أنه يروح يلعب بطولة خارج أرضه بيلعب نهائي أنا قلت حقايا قبل كده كنت أول مرة في تاريخة نشوف مباراة نهائي دورة طرق أفريقيا إياب بلا زهاب يعني كل في المغرب هناك أي حد يشوف المنظر الملعب مباراة الوداد والأهلي يقولك دي أكيد دي مباراة إياب نهائي بس ما كانش فيه زهاب أنا بقول له مبروك مبروك عليكم مبروك على الإدارة الرياضية في مصر نكون أنتوا بتنجحوا ونكون تطلهوا الشعب أو تلهوا الجماهير في أزمات تانية طلعتنا أزمات التحكيم الفار طلال لنا الحاجات التانية تحكيم يراك في التحكيم السندي في الدورة دا دي الأهلي بيفقد نقاط مهمة بسبب التحكيم مجملات في فرق أخرى بسبب التحكيم شايف ملف التحكيم إزاي خاصة يعني استقدام مطور للتحكيم المصري أو واحد هيجي يطور بقى التحكيم المصري شوف دي الخطوة دي وهل هيتساب النهاردة ولا مش هيتساب الاتحاد الكرة أكبر أكبر على الاستعنى بالخبير الإنجليزي دا لأنه عارف أن أخطاء التحكيم في مصر فاقت المدى يعني زي بيقولك يعني خلاص فاق زي مع ابوهاب غنى اللي هو بتاع تجاوز الظلم المدى أو حاجة زي كده الاتحاد الكرة كان على يقين على يقين على يقين أن أزمات التحكيم في مصر أو أخطاء التحكيم في مصر قادرة أن تفسد كل بطرات الاتحاد الكرة أكبر على التعاقد كنا بنستبشر لما قلنا الفار قلنا الفار ها يضبط الدنيا طلع الفار دا كابتل أسامة أنا لما سألوني من سنة على الفار وكان النادي الأهلي وقتها متصدر يقولت لهم الفار يضبط الدوري حتى والأهلي المتصدر أشاف النادي الأهلي الفار ما أنقذوش ما عطروش حقه لأن الفار أعمى في مصر لا دا تخلي بالك بتشوف الفار للنادي الأهلي اللعبة ما بتاخدش خمس سواني ومتشوف في حتة تانية اللعبة ممكن تتراجع ثلاثة أربعة دقائية أنا أقول لك اتحاد القرى أكبر أكبر على التعاقد مع الخبير اللجنبي الإنجليزي علشان خاطر هو كان على يقين على يقين على يقين أن المنظوم التحكيم هتقود الاتحاد كل الهوية أنهما ممكن يتحلوا بسبب اخطاء التحكيم عشان كده جريوا بسرعة وجابوا الخبير الإنجليزي ومجابوش الخبير الإنجليزي أطباطا ومجابوه عشان كبش فدى يعني خلاص وصل الزرم المادة تعطيل الفنان الكبير محمد أبوهاب طبعا تجاوض فأقول لكم وطبعا الرجل بتعرض لحرب من البداية وأنا بقول لك الرجل مش هيمكنوه أنه ياخد حرية الحركة لأن الحد دلوقتي لسه خبفيش الزرم موجودة في التحكيم المصري بيمرسوا دورهم لإسقاط النادي الأهلي بنجاح صاحق وباهر وأنا بقول لحضراتك النادي الأهلي الناس كلها كنت بتقول إيش مانا النادي الأهلي الوحيد اللي بيطلب حكام أجانب دلوقتي حدوك هذينا شايفين كل أندية مصر بتعرض لظلم طبعا مش أكيد ما زي ظلم بتعرض لنا دي الأهلي يعني لما نادي واحد بس بقى ظلم واحد بس هذي شوفنا بيرامدز اللي كان ليه حصانة كبيرة جدا بدلوقتي بيطلب حكام أجانب لكل مباراته في الدوري وطبعا دي كانت مفاجئا بيرامدز شوفنا نادي إسماعيلي بينطفض ويطلب حكام أجانب فمصر تملك القدرة المالية على استدعاء حكام أجانب لكل مباراتها في الدوري ما كانتش في حكم مصر هنشوف أي حكم مصري إلى سبع الأخيرة بطولة الدوري أنا واسخ منوف المية والله لو الآن دي فمصر تملك القدرة المالية على استدعاء حكام أجانب لكل مباراتها مش هنشوف ولا طاقم تحكيم مصري في أي مبرارة لحد نهاية الدوري لما نتكلم عن أفضل مدرين الكرة اللي جون في تاريخ النادي الأهلي تقدر تقول لنا كده من ضمن الأسماء دي مين والله كلهم وصبوا في الندلة والله بصراحة يعني على أحسن رد والله بجد يعني ما نقدرش لكل واحد نجح نجح باهر في عصره بجد نجح نجح باهر في عصره أحلى رد سمعته أسمع بقى منك تقييمك عن الكابتن الكبير سيد عبد الحفيظ ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مستمتع بالحوار مع الأسطورة على أعزة قول لي بقى حضرت كم مدير كرة في النادل أهلي أو تعاملت مع كم مدير كرة في النادل أهلي يمكن أنا في بداية التسعينات كان فيه بداية بس لم يكنش لحتي كابتن عزيزة تبروص بعد كده كابتن صلاح حصني كابتن صلاح حصني بفترة بعد كده كابتن طبعا طرق سليم فترة طويلة جدا تعملت معايا بس طبعا كنا بالخاف نقرب له يعني وكنا من باكرى 14-10 متر نستقل السر بعد كده الكابتن الله يرحمه كابتن صلاح البطل عشنا معايا كبيرة جدا والكابتن حسام البدري الكابتن هذه خشبة الكابتن والجمعة لحد ما وصلنا للكابتن صلاح حفيظ اسمات كبيرة وعظيمة كلها وكل واحد ليه شخصيته وكل واحد ليه أسلوبه وكلهم ما شاء الله يعني مجد كابتن أسامة والله كل واحد منهم أضاف للمنصب ده بشكل كبير جدا لحد ما وصلنا بقى صلاح حفيظ اللي هو الحراء بجد تقولي بقى الكابتن سيد انت عصرته كلاعب وكمدير كورا لعب من فجأة بالنسبة لك لعب أنا أعرف سيد من أول يوم صعد فيه فريق الأول نادي الأهلي كنت مرفقه في رحلته كلها لحد ما تشعر تزاله وحضرته ما تشعر تزاله والكلمة كتبها كنت مشاركه في الكلمة كنت عارف ان سرب حفيظ طول عمره متأثر أو بالدراما الدراما المصرية بس كنت شعر في ان يستغل الدراما دي استغلال بالرائعة الربط عنده رائع جدا هو في اليسوب بجد يعني وبيعرف ازاي يضرب بالضربة بعلها من كلمات يعني فيه ناس كتير جدا جدا تحتاج ساعة ونص تتكلم عشان توصل رسالة لكن الأسكياء والأقوياء هم اللي وصلوا رسالة بجملة واحدة بس والجملة فعلا يعني 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 بيقولك خير الكلام مش محتاج اه يعني تظهر كل يوم لا خالص عشان تقول رسالة وتظهر دقيقة واحدة عارفة كابتن فيه واحد يكون معاه مدفع ويضرب بس كله يضربه في الهوى وفيه واحد معاه رصاصة ومعاه تلسكوب زي ما بقوله ونشينكابي روح يجابه في الدماغ هنا ده الكابتن ساحب حفيز بجد يعني ساحب حفيز أبهرني تقريبا عادنا 22 يوم في المعسكر ده فالسهر بحفيز لم ينزلش ملعب خالص فكل ما روح علي نايم ودكتور أسامة عما عمله جلسات ودكتور إيهاب علي وفتاق قلت له حرام عليك أنت جاي يتكلف لدي الأهل بصري في علاجه وفتاق وكده 22 يوم قاعدوا فحرام عليك يعني أنت كنتش تيجي وفتاق وكده لا أنا بجهز 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 لا طبعا طبعا أنا الماتش اللي ما سألوش كنت معاكم في 2001 في الترجي في تونس سيناك وماتش الترجي ده وكنت في الوتوبيس فشوفت سيرب حفيز بعد الهدف ده فدخلت قط الليفس بسرعة فلقيت سيد بعد هدفه التاريخ ده كان فرحة مش شفتاش في حياتي سيرب حفيز بشكل هستير وقالي كلمة عن الهدف ده وقالي قولي أنا حيمتي بالهدف ده قبل كده بس بجد يعني ربنا كان مكافأ بشكل كبير جدا سيرب حفيز إن كان واحدة من أفضل انطلاقات اللاعبين الناشئين في النادي الاهلي كانت سيرب حفيز بدايته طب سيرب حفيز مدير الكورة في النادي الاهلي مبهر وقوي بجد يعني أنا شاف النادي الاهلي ربنا أعطاله ومدير الكورة قوي في وقت مناسب جدا يعني آه طبعا كله معظماء لكن سبحان الله يعني سيرب حفيز في التوقيت المناسب المناسب يعني شخصيته وكانت من سيرب حفيز كانت مناسبة جدا للتوقيت ده يعني طبعا أنا بقول لها كلهم عظماء كل سبقه عظماء لكن كان ممكن يجي من دول كورة في التوقيت ده ما تكونش شخصيته ملأمة للظروف دي آه هو شخص قوي جدا لكن لكن ما تكونش عنده ملكة التعامل مع ظروف دي سيرب حفيز أنا شايف أن ربنا سخره في التوقيت ده اللي يكون في المنصب ده اللي فعلا الوجود في المنصب ده آه كان كفيل كفيل أن يوقف نس كتير جدا عند حدها كان كفيل جدا أن يرد بالسان ملايين جميعنا دي الأهلي خلي بقى ورد القوي كمان يعني مش أي رد مش أي رد مش أي رد يعني ورد محترم ورد في الوقت المناسب ورد مناسب ورد واحد وقوي فعلا أنا بقول لك رصوصة تغنى عن مدفع يعني يعني فيه جيوش جيوش بتطلع تحارب سيد رب حفيظ هو بطلقة واحدة بس بيخلص عليهم يعني فأنا بجد يعني بقول لي سيد أنت استفدت جدا من ثقفتك قبل كده استفدت جدا أنك أنت قريت كتير لما يكون عندك مدير قرى مثقف ده مهم جدا يكون مدير قرى يعرف إمتى يتكلم وزي يتكلم سيد رب حفيظ كمان من نوع حتى لما كان في الإعلام في قوات النادي هنا ما كانش دايما لما كان يهاجم كان يقرأ قبل ما يهاجم يعرف دي حو وإيه وآخر وإيه وسقف وإيه فالسلام حفيظ بجد يعني أنا شايف أنه استحق احترام جمهور النادي الأهلي استحق الدعم كبير جدا من جمهور النادي الأهلي وطبعا استحق طبعا دعم قدارة النادي الأهلي أنا بشكر كمان كابتن محمود الخطيب بجد على موقفهم بارح مع الكابتن السلام حفيظ الموقف ده أسلك صدور الجمهور جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي للفترة القليلة شال فيها الفيديو ده ورجع تاني جمهور النادي الأهلي حزن لكن فرحته كان كبيرة جدا أن الكابتن محمود الخطيب أنصف مدير القرى ورجع الفيديوهات دي وطبعا السلام حفيظ كبير جدا وكل المدربين يتعامل مع السلام حفيظ يمكن الرجل مسلماني قالك أن أنا سارب حفيظ ده سعدت على ظهره لكمة الهرم معاكم هنا في البرنامج لما كان موجود في البرنامج هنا قالك أن أنا سعدت على كيف سارب حفيظ لكمة الهرم الأفريقية وفوز تبدأ اثنين دورة بطلقة أفريقية على كيف سارب حفيظ وليه دور كبير مع كل المدرين بنشكره بشكل كبير جدا بنشكر السيادة جدا اللي بيكونوا موجودين مع النادي الأهلي واحد بقى من حبايبك في الفريق الأول عارفه أول ولا طول إنت على طول حبايب كتير وليس سيناد إلحاوي حاجة كده من رحة زمن الجميل لأ هو فعلا ده رحة الزمن الجميل بجد هو ده زمن الجميل سهلا النادي الأهلي بجد أنا وليس سيناد بحكم إننا من بلد واحدة من مخفoringة من محافظة واحدة مينيا وحكم إننا عشرته من أول يوم جاء في النادي الأهلي وقبذ أهلي وليد أخوي حتى يعني علاقة بيننا وصلت لمرحلة أخوية وده كانت الحمد لله كانت محظوظ بها مع عادة كبير جدا من نجوم النادي الأهلي وانت كنت واحد منهم مع أنك طبعا خفيت عليها السر الأعظم خلاص بخنا فبجد وليس سليمان احنا بنشكره بجد على اللي عمله واللي عمله في ماتش القمة تحديدا تحديدا في ماتش القمة ده كان ليه صدا كبير جدا وفرحت جدا أن جمه النادي الأهلي قدر دور وليس سليمان في مبارات القمة رغم أنه لم يكن محظوظ أن النادي كان محظوظا يقدر يعمل روم انتدى ويرجع للمبارات تاني لكن بجد العمله وليس سليمان في نادي الأهلي على مدار عشرة سنين هو جيد من 2012 لحد الوقت عشرة سنين عشرة سنين بجد كان فيها واحد مخلص قمة الإخلاص لنادي الأهلي قمة الانتماء لنادي الأهلي واحد يعرف يعني ايه قيمة في نادي الأهلي في ظروف صعبة جدا 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 كان قائد لنادي الأهلي يعني انك الناس لا تعرفش دور وليس سليمان اه الناس كلها عارفة ان محمد شني pi�로 لقد ضر كبير مهم اللعبة الصغيرة وكمان حلوا المشاكل بشكل كبير جدا كان ليه ضر كبير جدا في احتوى أعزمات كثيرة جدا الناس كلها عارفة ان محمد شنين هو كابتن فرقا لكن محمد شنين نفسه وده شيء يحترم لمحمد شنين ان في قضت اللبس ييسيرك الكابتن واليد هو اللي يتكلم il� Medicaid هو اللي يحل الأزمات فانا بجد يعني الجمهور النادي الأهله كله يشكر على ك��ليدة سليمان على المسيرة الزوابية بتاعه مع النادر نادر أهلي. واحد بأيكونتا قربنا اللا نادر نادر أهلي. وأنا كنت سيئ جدا أن أطلقت عليه لقب خاتم سليمان النادر الأهلي. خاتم سليمان لنا نادر أهلي. حاجة جميلة أوي لكابتن وليد سليمان. حاجة بيحترمها ويقدرها وجمهور نادر نادر. كان الأكثر حاجة مرة بسطة تنيك. كان الكابتن حسن حمدي. كان في طنب Abs. shuvayer. في ظهور النادر للكابتن حسن حمدي فكابتن شوبير سأله مين اللعب اللي بتحب تشوفه في النادر أهلي أهليك وليد سليمان ده كان بالنسبة لي كان إجابة أسعدتنا شخصيا لأننا بحب وليد جدا وليد كان يوميها كان يعني كلمته بعد الحديث ده وليد كان أسعد إنسان في العالم بالإشارة دي يعني قال لي دي بطولة حديثاتها أن الكابتن حسن حمدي يقول علي أن اللعب اللي بيطمئن الوجود في الملعب وليد سليمان ده بجد يعني حاجة أسعدته بشكل كبير جدا كمان يمكن محدش عرف شوفنا اللقطة كمان في التالي اللي فات لقطة اللي هو بيلبس كابتن محمود الخطيب بيهدي المدالية قبل كده عطى المدالة الزهبية للمانو الجوزيف في احتفالية خاصة جدا وأبكت مانو الجوزيف ساعتها يعني أبكت مانو الجوزيف بشكل كبير جدا أنا بقول لك وليد سليمان لو كان جينادي لأهلي صغير أو لو كان من ناشينادي لأهلي كنا نتكلم على أسطورة بجد يعني هو أسطورة وأنا واصح من الملوم في المية واصح من الملوم في المية حتى إذا كان ده الموسم الأخير والليس سليمان والليس سليمان مش أخر ببرا لنا ده الأهلي هيكل يدور كبير جدا وإحنا نتكلم عن مباراة الكمة إيراك في أزمة ممر الشرف طبعا أنا بس سؤال بس يا كافز النساء لو كان الأهل هو اللي كسب كالعادة يعني لو كان الأهل كسب كالعادة كان يبقى فيه ممر الشرف ولا كنا شفنا حاجة كان هل النادي المنافس وكيادات النادي المنافس ومسؤولين كان يسمحوا الفيرتو من العام كان يجروا على طوقت اللبس وكانوا يسلمون مدينة الفردية وحصلت كتير جدا اللي كانت في برج العرب 2019 اللعبة كلها ما طلعتش تسلم مدينة المكزة التانية أنا بقول لها حضرتك يعني شفنا في مهاء أفريقيا مباراة أفريقيا أحرصها الهدف التاني اللعبة كلها ما طلعتش حتى تسلم مدينة المكزة التانية حتى نهاية دورة طرف الفكرة قدام حتى نهاية دورة طرف الفكرة ما خسروا من ساندونز هنا ما خدوش مركز التاني فأنا بقول لها حالك أنا بس بتوهم إذا كان البعض النادي الأهلي اللي احترم النادي الأهلي كفريق قورة ومسؤولين احترموا ممر الشرف وعدوا فيه هل كنا ممكن شوف ممر الشرف ده لو كان زمالي الخسر لا طبع ولا كنا نسمع ممر الشرف كنا نسمع كنا زي بالوقت بتكلم في أزمات وانسحبات وتهددات ومقاطعات لبطولات كاس مصر والكام ده كله طبعا أنا بس بقول للناس بس اللي استغلوا الفرصة للهجوم طبعا هي كان كل قصة بس استغلال القصة بتاعة ممر الشرف دي للهجوم على سارة بحفيز يعني دي كانت البوابة للهجوم على سارة بحفيز يعني هم ملوش في حاجة يهجموا بيها كافة سارة بحفيز غير للممر الشرفي أنا بقول لهم بس يا ريتكم كنت الأول قبل ما تهجموا سارة بحفيز تقروه يعني ايه كلمة ممر الشرفي فكرة ممر الشرف تقولوها يعني إيه كلمة ممر الشرفي الناس لطلع تنتقد تقولك أن الناس من نادي أهلي عقب صرب حفيز بقولوهم يعني يعني لو كنت تعبت بس شوية يعني وماتردردوش كلام من جهلة يعني أنا باحزة جدا ملاقي إعلامي يخد كلام عن ناس جهلة ويرددوا يعني بطعب قوي يعني أنت لو كنت بس تعبت النافسة خامة زي وقعدت على جوجل كده وكلمت كلمة ممر الشرفي وقدت تعرفت يعني إيه كلمة ممر الشرفي تقرأ تقريرنا عمى ممر الشرف ده. تعرف إن تقريباً ده أمر تطوعي. ده طبعاً معروف أن ده أمر تطوعي. ولعابي على إتحاد القرى. إتحاد القرى. ما فيش أبداً ممر الشرف إلا لازم يكون عمر تطوعي. يعني أنا بعمله تقديراً. زي ما لعبت الجون عملة لكابتن محمد الشنووي. هل تم الإعلان أن في ممر الشرف لجون عمى ممر الشرف لمحامد الشنووي؟ ما كانش فيه. هل إتحاد القرى فرض على الجون أنه يعمل ممر الشرفي لمحامل الشنور ما حصلش لكن تعال في أوروبا من شهرين الفاتو كان فيه أزمتين لممر الشرفي مش أزمتين يعني لما طلبوا من يورجون كلوب يعمل ممر الشرفي لمشاستر سيتي قال لي مش عام ممر الشرفي قال لك أنا أرفض نعم ممر الشرفي لكن ده أمر صعب جدا و أنا مش أعمله مش مطلوب مني أن أنا أخذ ممر الشرفي مش هو طلب بي وفي أنشلوتي وفيه كمان انشلوت كمان لمرض قالك لما مرضيش يعملونه الممرض الشرفي فقالك أنا إيطالي مش متعود على حكاية الممرض الشرف ده وده أمر عادي جدا وأنا شايف أنه أمر مش مهم جدا بويل اللي كان قاعد برشلونة طلع في مؤتمر صحفي قال إن فكرة الممرض الشرف ده فكرة سخيفة جدا 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 مش مطلوب مني إن أنا أقف أسقف لحد يعني لأ قالك مش مطلوب مني قالك الحديثة عن الممرض الشرف ده مرتبط بالروح الرياضية وفيه ماتشات كتيرة جدا 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 ما بيكونش فيها روح الرياضية ما بيكونش فيها روح الرياضية بجد ما بيكونش فيه سلوك رياضي بجد آه مباراة القمة الحمد لله وكان فيه سلوك رياضي كويس جدا بين اللاعبين أو بعض من اللاعبين وبعض من الجمهير مش هقول كل من الأسف كان فيه بعض اللقطات إحنا إحنا الأسف بناخد اللي بيرض ترفزون لينا لكن فيه حاجات تانية ما بيرضاش ترفزون بالأسف بتفسد عنينا مشاعرنا أو الأجوال اللي إحنا ماشيين بها شفنا زيدان رفض ممرر شرفي زين الدين زيدان وهو مدير فن ريال مدريد شفنا مدرب سيميوني مدرب قتلتكم مدريد قال إن أنا ما عملش ممرر شرفي أنا بحتلم جمهوري ومش ممكن زع الجمهوري نعمل مؤتمر شرفي لفريق كسباني أو كسبني أنا يوم ما فزت بدوري دوري اللي جاء الأسباني 2014 ريال مدريد مرضيش أعمل ممرر شرفي أنا بالتبعية مش أعمل ممرر شرفي فأنا بقول لهم ما تاخدوش إقروا لما تحب تكلموا إقروا الأول وتعرفوا إن الممرر شرفي بظاهرة مرفوضة عالميا والبعض وصحفيين كبار جدا في العالم قال إن الفكرة دي مرفوضة لأن مش ممكن ميلان هيقف لإيه سي ميلان هي مش بالمزاك وقت ما تخسر تجري على القوضة وقت ما تكسر توقف في الممرر شرف هي مش بالمزاك الحاجة الثانية ومش قرآن ومش دستور يعني دي خلت التحاد الكرة يسيبها يسيبها يعني طوعية للفريق التاني والله أنا فريق شايف عايز أعملها للفريق المنافذة عملها مش عايز أعملها أنا مش مكبر عليها ضمن الحملات والشاعات اللي على طول مصارع على فريق النادي الأهلي التشكيك في المدير الفني اللي جاي اللي هو رجل ما بالحاج يشتغد كل يومين مباراة بقول لك شغل كل شغلي أصلا استشفى اللعيبة جهوبة بتعمل استشفى طبعا علشان أقدر أحط تشكيك لمباراة التالي أنا لسه مش قادر أحط بصماتي في شغل والنهار ده كل يومين مباراة الحملات عليه تشكيك في المدرب ابتدت مع أول مباراة ليه بيتروجيت لما وقف مع ودينا نشوفها في ربا عالي وقف مع لعب بيتروجيت يعني مش شوفها في الزمالك شوفها في مدربين مدربين الزمالك شوفنا بيحضن أحمد علي مهضم المؤمنين العرب بيحضنه وطان عملت منبانها وقتها محدش كان محدش شكل ده بيحضنه قبل بداية المباراة يعني شوفنا قبل كده مدربين كتير في مباراة سيراميكا لكويف محمد إبراهيم وباسم مرسي وكان راميسا ليه المشكلة ليه المشكلة الناس بتسلم عليه ليه المشكلة يعني يعني ليه كان المدربين العالمين اللي بيشيره محمد صلاح ده ايه بينابله ميه لما محمد صلاح قبل كل مباراة أو بعد كل مباراة أو قبل كل مباراة بلعبها المدير الفن فري المنافس يقف يتكلم معاه مشوفناش ولا حد مباراة ليفربول وريال مدريد لما أنشولت رح سلم على محمد صلاح بعد المباراة لكيس في ريال مدريد بالضبط مباراة السابقة مشلفات لابليها واخت شخص محمد صلاح طب يعني هل ولا شوفنا حد صحافة انجلزية التهم من شلوتين هو بيفاوض محمد صلاح ولا محمد صلاح عزرير المدريد طبعا طبعا دي سخفات يعني دي سخفات للأسف 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 سخفات بتاخدنا من قضايا كبيرة جدا يعني ممكن تكون سخفات متعمدة ان تسحبنا من قضايا مهمة وقضايا رئيسية تسحبنا بره الملعب كابتن وسماء بجد يعني انا شايف ان المقولة الكابتن عدل القيعي اللي قالها من فترة ان البطولات بتحصل من خارج هو فعلا محق فيها فعلا يعني انا شايف شايف ان فيه تعمد تعمد تعطيون مسئلة الهد اه وتعمد سحب جمهور النادي الاهلي من الدعم بيسحبوا القضايا تلف رائعية بيسحبون القضية سلب حفيز انا عايز اكلمك في القضية دي قضية تانية غير موارد الشرف قضية الاخبار او الشعاعات المصارى مشاكل بين حسام غالي وسيد عحيز مع حفظ العلقاب طبعا شايف المواطيع دي ازاي برضو ودهور جمهور النادي الاهلي خلال فترة دي ما سمعنا برضو ان المسلمان رحل بسبب حسام غالي ما دي كانت من ضمن الشعاعات اللي طلعت لازم النهاردة جمهور النادي الاهلي وفرة في رئيته لازم ما فيه دعم كبير ما نلتفتش للشعاعات كل مباراة لا فيه شائعة هل سمعت حرك في الانترا كابتن قسامة بتتكلم على مسلمان المسلمان رحل عن النادي الاهلي وتقريبا رحل بالعودة يعني الله واعلم لكن اكيد خلاص ده ما لفه النادي الاهلي ما برجعش كان الفترة مش هو المدير اللي بيرجع مدير فاني كان الاستثناء الوحيد كان ماله الجزي وماله الجزي بيطلع قال حد تدخل في شغلي ولا طلع قال ان كان رئيس النادي بيتدخل في شغلي رئيس النادي كان بيهددني في التلفون رئيس النادي كان بيبعث رسالة الوالتساب بيهددني ولا مستحقات المالية ولا ابنه تدخل في عمل ولا لجل التخطيط ولا عدو مجلس إدارة ولا 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 شوفنا يعني بلاش بلاش المنافس خلينا في كروش كروش بقر سام منتخب مصر فلوسه وتدخلاته في عمله وان التحدي الحالي ما كانش أمين في التفاوض معاه وان التحدي القرى خدع الرأي العام زي ما هو بيخدع الرأي العام دائما وابدا كروش لسه عنده كلام كتير يتقال مجدينة المطاب والله انا واثق ان كروش زي ما عمل في كولومبيا وفضح الاتحاد القولمبي وقال ان احد مساعدين انتخر بسبب الأنزمات دي انا عارف ان لسه لسه كروش عنده كلام كتير جدا هيقوله وشوفنا الأجذوبة القبرة لما قالك ان احبت فاوض مع كروش وكروش قالك ان انا مستحيل اتعامل مع التحدي القرى ده مرة تانية انا بقول ان المسلماني لو كان تعرض لموقف واحد صعب صعب من ضغط النادر اهلي الرجل ده كان ممكن في لحظة الفعال يتكلم لكن شوفناه في كل مواقب وفي كل مواقب صحب بلاده صحب المغرب بيتكلم صحب انجليزية بيتكلم يعني الراجل كلامه عن نادي الاهلي واحد مع مختلف وسائل العلام سواء اعلام بلاده اعلام عربي اعلام انجليزي نفس اللغة ونفس اللغة ونفس المصعدة هي هي مدربين تاني بيتكلموا عندنا احنا هنا لصحافة مصر بلغة وبيطلعوا برة بنجرد ما بيخرجوا من مطال القاهرة ويروحوا صحافة بلادهم بيفضحوا الحقاية ويكشفوا المسطور ومن المدربين كده يجد لديهم نفسها احنا الحمد لله النادي الاهلي يعني لحد الوقت حركة برامج لحد الوقت البرامج الرياضية على مختلف القنوات عمالة جيب كل المدربين اللي صابقين النادي الاهلي بيجيبوا جريده بيجيبوا مارتين يول بيجيبوا كل دولة بيتكلموا بحب النادي الاهلي وكل واحد منهم دايما السؤال الاخير لي اتمنى لعودة النادي الاهلي اتمنى لعودة النادي الاهلي فيه مدربين كتير جديد لجانب مستحيل يجو بصر بمعاملتهم من الاندي الاهلي وقت الانفصال كان في احتراب طبعا في تأدير في مستحادك المالية يعني هو دا دا ما النادي الاهلي واحد يروح يضرب في البرتغال يقول لك غلطة عمر للينا سيبت النادي الاهلي غلطة عمر بيتمنى ان نرجع النادي الاهلي شو بوالية بعد ما خلص عقده مع النادي القطر يتكلم عن النادي الاهلي ازاي بيحترام وده دا الشيء اللي احنا بنحترمه بشكل جبير جدا وبنقدره وهيفضل دايما النادي الاهلي ومجلس ادارته على مدار التاريخ طبعا أنا بس أقول له جمهور النادي الاهلي بس يعني أرجوك ما تلتفضوش الشاعات ما تكونش أداة أداة لترويق الشاعات طبعا مش كل الناس اللي فيه ما شاء الله ما شاء الله لا لا التسعين في المئة أكثر متسعين في المئة وبقول النادي الاهلي منتهى الوعي ومنتهى الزكاة وبيعملوا ما شاء الله ما شاء الله يعني آه ممكن يخضبوا ليلة لكن تالي يوم الصبح زي ما بيقولوا أصحى زاد عشقا للكيان بدعم كبير جدا لكن آه يعني عرف زي ما بيقوله كابتن سيما أمرم السحر زنه على الودان أمرم السحر قتل بتطلع شاعات على نادي الاهلي كل بتطلع شاعات على نادي الاهلي للأسف في الشاعات دي بتقدر تأخد بعض الناس من دعم الفريق أخيرا أستاذ علاء إن شاء الله رغم كل الظروف الصعبة كل التحديات إن شاء الله الدوري أهلاوي والله أنا متفقل جدا الدوري أهلاوي ولو مش أهلاوي كل الدعم لنادي الاهلي نشكر بجد بنجنوشكل الفريق ده على ما قدموه. يعني أنت بتكلم على فريق جاب لنا بنفس القايمة دي. جاب لنا اتنين دور أفطال أفريقيا. اتنين سوبر أفريقي. كاس مصر. اتنين برونزيتين كاس العالم. خليتنا في حتة تانية في كاس العالم. إحنا خلاص دلوقتي بجد يعني أنا شايف أن. آه في أندية هنا. كل حلمها نتفوز ببطولة محلية. إحنا بطولة محلية بالنسبة لنا بقت وسيلة تحقيق غاية أخرى. لها كاس العالم. الإسلامي كخاص. إحنا بقينا أكبر من كلاب كتير يعني. آه في أندية كتير جدا. حلمها نتفوز بكاس مصر. لكن النادي الأهلي مش حلمه بكاس مصر. آه وبيناخد دور ده عشان الدور ده بيخلينا نروح طرار أفريقيا. ودورة طرار أفريقيا برضو مش هو الغاية. إحنا غايتنا كاس العالم. فإحنا طبعا إحنا حتة تانية ونفضل بحتة تانية. وبقول للنادي الأهلي حتى لو لقدر الله ما خدناش الدورة ده. هنفضل موجودين. والنادي الأهلي هيرجع. والكل جواد الكبوة والأهلي ما بيرجع بعد الكبوة بيقعد عشرة سنين محدش بي. النادي الأهلي دايما. كبير. كبير. ووطل. وليه ألف قوم. شرفتنا ونورتنا أسطورة. ربنا خليكة أسامة اللي وقت عد معاقب مصرع. استمتعنا بالحوار معاك. واتمنى إن شاء الله دعوة قريب تاني. إن شاء الله. بس ما. بيتك وقناتك. بكده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة مع النقد الرياضي الكبير. اللي أستاذ علي عزة فتحنا معاك كل المواضيع. والراجل النهاردة فتح لنا قلبه على آخر. واتكلم براحته جداً في قناته وفي بيته. النادي الأقل نشوف حضراتكم إن شاء الله. الأسبوع اللي جاي على ألف خير وحلقة جديدة من الأشبال.